السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من المحللاتي مين فينا ما تفرجش على أفلام زومبي حتى لما تفرجش على أفلام زومبي أكيد يعرف الشخصية دي كويس جدا حتى لما يعرفش الشخصية دي كويس جدا فهو عارف أن الكلمة دي مرتبطة بشيء وحش جدا شخصية من شخصيات أفلام الرعب وللي ما يعرفش الشخصية دي فالشخصية دي هي بطل لسلسلة من الأفلام قامت هوليوت بانتاجها تقريبا من 50 سنة من سنة 1968 تحديدا هي عبارة عن الاموات الاحياء يعني اموات عن طريق نوع من انواع السحر الاسود بيعودوا تاني للحياة بيبقى شكلهم زي ما حدتكم شايفين كده كل دورها في الحياة انها بتاكل الناس فالناس الطيبين بيقوموا بأكلهم ده اخر معلوماتنا عن زومبي لكن اللي ما نعرفوش ولنا طالع اتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة هو ايه اصلا شخصية زومبي خليني احكي لحضراتكم قصة بسيطة جدا منها حيبان ايه هو موضوع زومبي سنة 1835 البرازيل كانت تحت حكم المستعمر البرتغالي وزي اي مستعمر ما بيعمل بيجي على القرى الغلبانة وهي قرة افريقيا قرة العبيد جوم البرتغال في الوقت ده اخدوا الافرقة الزنوج من افريقيا ودوهم البرازيل علشان يبقوا عبيد في التوقيت ده كان الافرقة مسلمين قامت السلطة البرتغالية بنقل اكتر من 14 الف افريقي زنجي لارض البرازيل علشان يبقوا هما العبيد وعاشوا الافرقة في البرازيل بهذا الشكل ولكن كان فيه اضطهاد غير عادي كالعادة برضو مع كل العبيد بغض النظر حتى عن الديانات ولكن كان للدين الاسلامي زيادة شوي لما زاد الاضطهاد البرتغالي للافرقة بدأوا يهربوا لأدغال البرازيل لشمال البرازيل تحديدا وبدأوا يعملوا مستعمرات ليهم يعيشوا فيها وكان اول تأسيس لأول مستعمرة افريقية في البرازيل كان مستعمرة اسمها بهيا كانت سنة 1579 طبعا المستعمر البرتغالي ما سابهمش في حالهم صدر يقوم فيهم بشكل كبير جدا ويطردهم بشكل كبير جدا لغاية ما قاموا صورة اسمها صورة التحرير واسسوا فيها اول دولة مصغرة ليهم في شمال البرازيل كانت المدينة اللي اسسوا فيها حكمهم دي اسمها بالميرس وكانت بالميرس فيها اكتر من 30 الف افريقي زنجي مسلم وكان قائد هذه المستوطنة اسمه جان جازونبا ده كان شخص افريقي الاصل وكان هو قائد المجموعة دي اللي كانت عيشة في شمال البرازيل وكان الموضوع مليان صوالات وجوالات ما بين المجموعة دي وبين المستعمر البرتغالي في الوقت ده كان قائد السلطة البرتغالية اسمه بيدرو ألميدا بيدرو ألميدا طرح معاهدة للصلح بينه وبين بالميرس اللي كان قائدها جان جازونبا ده لكن كان شرط المعاهدة دي ان هما ينطووا تحت لواء البرتغاليين ويعيشوا في كنفهم كانت بنود الاتفاقية دي مكحفة جدا في التوقيت ده جان جازونبا وافق على هذه المعاهدة ولكن طلع شاب عمره 23 سنة الشاب ده رفض بنود المعاهدة دي وحس ان فيها اكحاف شديد جدا ده غير ان ما كانش عنده ثقة كافية في السلطة البرتغالية ان هما يلتزموا بالمعاهدة دي وكان شايف ان كان هدف المعاهدة دي كلها ان هما بس يهدوا اللعب علشان يقدروا يلعبوا بيهم ويدخلوا عليهم دخلا من غير ما يتوقعوهم ويبيدوهم تماما الشاب الزنجي المسلم ده كان اسمه زومبي القائد المسلم زومبي ده رفض المعاهدة تماما وقاد المعارك هو بنفسه ضد السلطة البرتغالية المستبدة سنة 1643 وزادت انتصارات القائد المسلم زومبي وزاع سيتو في المنطقة كلها وكبر جدا وفضل يقاوم السلطة البرتغالية المستبدة اكتر من خمسين سنة تقريبا لغاية ما حصل كالعادة بعض الخيانات الداخلية من داخل صفوف القائد المسلم زومبي والخيانات دي قدت الى سقوط دولة بالميرس سنة 1694 وفي 20 نوفمبر 1695 قبض على القائد زومبي ولما قبضوا عليه قتلوه ومثلوا بجسيته تماما واللي كان خايف منه وكان بيحمي بيه قومه وامته طول الخمسين سنة اللي فاتوا دول هو فعلا اللي حصل ان السلطة البرتغالية المستبدة وقتها قضت تقريبا على كل اهل بالميرس وخلص على كل الافرقى المسلمين في الوقت ده المقيمين في بالميرس هو ده زومبي بتاعنا لكن في اخر خمسين سنة اتعودنا انه السينما والتلفزيون وخاصة الغربية دورها الوحيد هي تشويه بعض اسماء القادات تشويه بعض القامات اللي بتمثلنا احنا المفروض كتير جدا وعلشان كتير جدا مننا ما يعرفش مين هو القائد زومبي ده فاختاروا الاسم ده بالتحديد علشان يشويهوا به يبقى مثله بجسيته وشويهوا كمان اسمه على مدار التاريخ الغريب في الموضوع انه في نفس التوقيتات ده زي ما الغرب بيشوه في هذه الصور بالنسبة لنا قامت البرازيل نفسها بتخليط ذكرى القائد زومبي وعملوله مجموعة من التماثيل في ميادين عامة كبيرة جدا في البرازيل وحطوه على صور طوابع البريد وعملوه على دروع وعلى اشياء للتكريم وبيعملوا حفلات على شرفه وبيقدموا حاجات محفور عليها صورته واسمه تخليدا لذكرى هو ده القائد زومبي بتاعنا مش زومبي بتاعه لو كان موضوع حلقتنا النهاردة بالنسبة لك كان مفيد استفدت منه معلومة ما تتخلش بلايك اهم من اللايك كمان انك تعمل شير علشان المعلومة دي تنتشر ويوصل تصحيح المعلومة لو ماكنش اشتركت لغاية دلوقتي في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس ولو بتشوفني بتاع الفيسبوك اعمل لايك للبيج عشان يوصلك كل جديد هكون سعيد جدا لو شفت كومنتات حضراتكم على بعض المعلومات او بعض التعليقات اللي حضرتك بتتساءل عنها او بعض المقترحات كمان اللي محتاج ان اقدمها لحضرتكم نتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة مع المحللاتي